السلام عليكم بيتمولها وهي موجودة في بريطانيا برضو هتلاقي اللهجة بتاعتها تغيير بشكل بير عمالة تتكلم عن الاتفاق ده بشكل بير جدا والحقيقة ان الاتفاق في حد ذاته هو شيء جيد يعني كلنا ناس على السلام بس لازم تعرف ان الاتفاق ده فيه جزء سري لازم تبقى واثق من كده خاصة لو الاتفاق ده بين دولتين كان بينهم شبه حرب باردة خلي بالك كيران كان بتدعم ميليشيات الحوثيين تدعم حزب الله بتدعم حماس تدعم ميليشيات الشيعية في سوريا في العراق الكلام ده كله اكيد كان شبه حرب باردة لتطويق الخليج حاصل فما تكن عنيش ان الدولتين فبقى كده حيتصلحوا وينسوا كل حاجة ما بيحصلش الكلام اكيد لو فيه اتفاق زي كده بوساطة صينية وضغوط صينية اكيد فيه باب سري لاتفاق ده ومش كل الشروط اللي تم اعلانها سواء بقى عودة العلاقات الدبلوماسية عودة فتح السفارات بعد شهرين احترام سيادة الدول عدم تدخل عدم الاعتداء والكامل ده كل لأ فيه باب سري للاتفاق ده مش هتسيب الموضوع كده ايه خطوة دي هستعرف هقول لك مش هنقول لك لازم احكي لك القصة ده قبل اخش في الموضوع قبل اكشوف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باتر هاوس والحقيقة باتر هاوس النهاردة مش راعي فقط لا هو راعي مختلف باتر هاوس هي مختلف اصلا ليه كل مرة لما بنيجي ننزل اعلان عن باتر هاوس بنتكلم عن فيدالة منتجع فيدالة اللي في العين السخنة وازاي ما بقعت هناك بشي كويسة جدا وفي اقبال على منتجع فيدالة اللي في العين السخنة بس باتر هاوس مش فقط موجودة في العين السخنة لا خلي بقى لك باتر هاوس موجودة كمان في العاصمة القدرية موجودة هناك في حيين حي R8 و R7 وباتر هاوس عندها وحدات سكني اداري تجاري طبي بص عندهم حي كتيرة جدا خلي بقى لك دي مش شركة صغيرة خالص ومش شركة جديدة كمان شركة بقالها كتير في السوق مصري والمميز عند باتر هاوس انت بتتكلم على وحدات جاهزة يعني هو مش بيكلمك على حاجة لسه حيبنوها لا على فكرة المشروعات كلها مبنية وخلصانة وحاليا في مرحلة التشطيب يعني هو مش بيكلمك في حاجة لسه في الخيال ابدا لوحشوف وحدتك على الطبيعة قبل ما تشتري وقيم الواحدة على أرض الواقع ما حدش بقى يباع لك أوهام ويقول لك والله هنعمل ونساوي انت شايف حاجتك وصادق ايه الجديد بقى ان بمناسبة ان فيه شهادة بتاع 18 في المية في البنوك اللي قربت تخلص دي وقربت تنتهي عاملين هما كمان عرض ب18 في المية ايه العرض ده؟ ان هو ممكن ينديك خاص من 18 في المية على مؤدم الواحدة وده عرض هايل جدا تاني انسب حاجة ممكن تعملها حاليا هو الاسفسمار في العقارات العقار اللي بيأكل ولا بيشرب في نفس الوقت بيغلى في ظل الاضطرابات الموجودة في السوق دي انسب حاجة تستثمر فيها العقار حاليا هسيب لحضرتك الرابط بتاع باترهاوس ومشاريعهم الموجودة في العاصمة الادارية لو حابب تبص عليها بتولك نظرة لان دول من اكبر واقوى مطورين العقارين اللي في مصر حاليا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف في شكل كبير حقيقة من المبارح لنهاردة الالام الامريكي مهتم جدا بالصفقة اللي حصلت بين ايران والسعالية وان اتفاق السلام ده كان قوي جدا وشيء مفاجئ عزوالحرارك ان جريدة زي جريدة نيويورك تامس وصفت ان التحركات السعودية الاخيرة اخطر ما فيها ان محدش بيتنبق بيها يعني مش عارفين السعودية عزيه ده الغرب مش فاهم السعودية عزيه كل يوم بتتحرك تحرك مفاجئ وفقا لاجندتها ومصالحها ملهاش خط مياني وفقا بقى لمصالح الغربية الغرب شايفة مهدوء ازاي لأ السعودية حاليا بتتحرك زي ما هي شايفة وده اخطر ما يكون بالنسبة للغرب لان غرب مش عارف السعودية عزيه ويه خطوة تالية وكون ان السعودية بتتقرب من ايران دلوقتي دي خطوة خطيرة جدا جدا وليها معانية كبيرة اولا اول معنى اشتعرف ان السعودية تمضي اتفاء سلام مع ايران لازم تعرف ان ده احباط صعودي من الامريكا يعني السعوديين خلاص شكلهم كده وثقوا في الاد اعداءهم اللي هي ايران من كتر احباطهم من الامريكا يعني دي اشارة خطيرة جدا هما خلاص بقى في عدم ثقة في الامريكان بشكل كبير لدرجة السعودية تروح طاقة اتفاق سلام مع ايران ده اولا تاني حاجة واضح جدا التأثير الصيني في السرعة في الاداء الرجل رئيس الصين ده كان في السعودية في ديسمبر التقى الرئيس الايراني بعدها بشهر ولا حاجة بعدها على طول تم توقيع اتفاق سلام بين السعودية وايران فده يوريك القوة الصينية تالت حاجة ايه خطوة ايراني بعد كده يعني خالي بالك ايران مثلا بعد ما وقعت الاتفاق سلام مع السعودية النهاردة بتاع عن تنفيذ صفقة السخوية 35 مع روسيا والسعودية ما طلعتش علقت والسعودية ما عملتش اي حاجة لانها موقع اتفاق سلام فايران هتبتيت تسلم طيرات السخوية 35 وعفكري انا هكلمها بشكل رسمي انا مش بكلمها كنا على توقعات وتحليلات عسكرية لا ايران طلعت بشكل رسمي من عدة ساعات قالت وقع انا خلاص الاتفاق على السخوية 35 وهناستلمها اللي هي اصلا طيرات مصرية إنها أشارت إلى أن طائرات سوفوي أس يو خمسة وثلاثون كانت مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران فيما أعلنت روسيا أنها مستعدة لبيعها لطهران تاني حاجة استفادت منها إيران إن خلي بالك قصف إيران دلوقتي بقى صعب جدا ليه؟ ليه إن فيه خبر نازل دلوقتي حالا في الجوروزين بوست بيقولك على فكرة سفير أزرب الجان لدى إسرائيل هو جديد على فكرة عمل لقاء تلفزيوني وقال فيه على فكرة ما ينفعش السماح لأي دولة باستخدام أجواء أزرب الجان لضرب إيران أو مهاجمة إيران بأي شكل التصريح ده خطورته في إيه؟ خطورته إن معظم الهجمات بتاعت الاستخبارات الإسرائيلية أو الاستخبارات الصهيونية على إيران كانت بتتم من أراضي أزرب الجان دلوقتي أزرب الجان قفلت الباب طب هتضرب إيران إزاي؟ وحتى لو تحركت عسكريا إنت الخليج مش معاك دلوقتي حالا يعني لو إسرائيل عاست تضرب إيران دلوقتي تاني حاجة التواقعات إن الإمارات ما تبقاش راضي يعني الصفقة دي طلعت صحيفة اسمها تايمو في إسرائيل تقولك والله لا في الإمارات مرحبة وطلع وزير الخارجية الإماراتي يثني على التفاقية ويقول إن هو مع السعودية وبيرحب بخطوات السلام فإيران لا استفادت جامد جدا السعودية استفادتها كمان السعودية خلي بالك إنها بتشتري بمخة بتقفل حرب اليمن لأن إنت عندك الحوثيين نهاردة طلعوا أشادوا أشادوا بالسعودية نزلين بيان يقولك السعودية أشققنا والسعودية كويسة جدا دول كانوا بيقتلوا في بعض الحوثيين كانوا بيشدوا هجبات على السعودين والسعودين كانوا بيشدوا هجبات على الحوثيين دلوقتي السعودية حد كويس جدا حصل نصر الله أثنى على السعودين بس تظل المشكلة كلها في البيت لابين البيت لابين هيتصرف إزاي حقيقة مقالة نزلة في نيويورك تايمز كتبها تلات كتاب راجلين وسيب كاتل اسمه مايكل كراولي وكاتب اسمها فيفيان نيرم وباتريك كينغسلين دول التلات كتاب دول دول من أكتر الكتاب المهتمين بشؤون الشرق الأوسط خاصة في الشأن السعودي شوي يعني فيفيان دي من أكتر الناس اللي بتكتب في الشأن بتاعة الشرق الأوسط بتكتب عن مصر والسعودين الكتاب بيقولك إيه بصه هم مش جايبين لك مقالة بيرغو فيها لا هو بيقولك لازم تتوقع تحرك من بيت لابين والتحرك من بيت لاب يجب يجب أن انت تفهم كويس جدا إن التحرك ده حيكون التطبيع مع اسرائيل بإن الرئيس اللي عمليكي نفسه طلع في فيديو أنا وضحت لحضرتك إن لما تم سؤاله عن الصفقة بين السعودية وإيران قال لأ التطبيع يكون مع اسرائيل مش مع إيران زي ما حالك هتشوف كده وأنا كنت أعرضتهم بارح حارده تاني بص كده لي وعلى فكرة الكلمات دي مش مرتبة يعني دي مثلا الرجل مش بيقرأ من ورقة طلع في مؤتمر صحفي الرجل رد بحفوية جو بايدن رد بحفوية فده اللي بيدور في الماغه التطبيع مع اسرائيل فالكتاب جايين يقولوا لك طب هيتطبع مع اسرائيل بص بقى كتاب بيقولوا أنا فكرة السعودية كانت الأول بتتكلم بسرية شوية عن شروطها لو عاوزة تطبع مع اسرائيل كتاب بيقول لك والله احنا شروطنا كالقاتي احنا عاوزين برنامج نووي سلمي للطاقة النوية سلمي وعاوزين اتفاقية او ضمانات امنية الشروط دي كانت سرية في الاول اصبحت علانية السعودين بيكلوم بعلانية عاوز اسرائيل تطبع مع السعودية احنا عاوزين الشرطين دون والحقيقة لو جيت تبص على التحركات الامريكية حتلاقيها ماشية في سيناريو التطبيع برغم الشروط السعودية يعني يعني حتلاقي مثلا انا جيت شرحت لحضرتك ان لما جو بايدن نزار السعودية كان في اتفاقية سعودية صهيونية بفتح الأجواء السعودية والسماء السعودية للطيران الصهيوني طيران العائل بس الإعلام الصهيوني كان بيتشكك ويقول لك على فكرة فتح الأجواء السعودية ده ولا حاجة لان لازم عمان تفتح الأجواء بتاعتها عشان الطيران الصهيوني يتفتح له الجبهات العالمية ويكون فتح الأجواء السعودية للطيران الصهيوني زاد قليلا لان كده الطيران الصهيوني مش بيختصر مسافات بدون فتح عمان الأجواء بتاعتها وبالفعل الامريكان اشتغلوا مع العمانيين لحد ما العمانيين فتحوا أجواءهم وطلعت وزارة الخارجية الأمريكية بترحب بفتح الأجواء العمانية للطيران الصهيوني فالامريكان بيصروا شغالين على التطبيع الصهيوني السعودي باي شكل باي شكل شوف راحوا لعمان وشتغلوا مع عمان يفتح لنا الأجواء بس يبقى كده تمام قدام فتحوا الأجواء العمانية يبقى خلاص كده زي الفل ويبتدوا يشتغلوا بقى على الطلبات السعودية ويحققوها قال لك لأ مين قال لك كده الطلبات السعودية دي في منتجة خطورة ليه؟ لو السعديين بيطلبوا برنامج نووي سلمي مدني فده طبيعي جدا لبناء أول مفاعل نووي عسكري سعودي لأنه مفيش دولة في العالم هتيجي تطلب برنامج نووي عسكري بشكل مباشر فالسعوديين بصراحة كده نجيين يقول الأمريكان لو عاوزنا نطبع مع اسرائيل اعملولنا برنامج نووي عسكري داخل أراضي السعودان خبرك بقى من الكلام خطير جدا ده ففي العالم هو طلب لبرنامج نووي مدني إنما هو عسكري وحيكون الخطوة الأولى لتحويل البرنامج النووي ده لعسكري في أي وقت طب ده ليه نتيجة الإحباط السعودي إن السعوديين شايفين إن الأمريكان عندهم لا مبالاة سواء بقى في مختلف الإدارات في التحرك ضد أي تهديد أمني للسعودية فالسعودية عاوز تضمن أمنها بتكنولوجيا نووي ده حاجة تاني حاجة التصرحات السعودية كانت واضحة جدا لو إيران امتلكت سلاح نووي أو كنبلة نووية تاني يوم الصبح حيكون السعودية عندها كنبلة نووية فالسعودية بتشترط على الأمريكيان لو عاوزيننا نطبع مع الصحينا ادونا كده كنبلة نووية بس هو بيقولها بطريقة كويسة بدلا ما بيقولك برنامج نوية عسكري وكنبلة نوية بيقولك اعمل لي برنامج نوية مدني وأنا بعد كده حبق أتصار فالموضوع ده خطير كده وأكيد الإقدارة الأمريكية مش مسهلة إنها توافع على كده طب تاني حاجة الاشتراطات الأمنية السعودية اللي عاوزاها من الأمريكان عشان تطبع مع الصحينا دي اشتراطات خطيرة جدا ليه؟ لأن السعودية وفقا لمصادر قريبة لهم اللي بيقول وفقا لمصادر مقربة من الكلام ومطلع الشروط يعني بمعنى صح قالوا لهم السعودية عاوزة اشتراطات أمنية زي بتاعت النات والظبط يعني شوف انت عامل ايه مع النتو؟ انت هتعمل بالظبط مع السعودية نفس اللي انت بتعمله مع النتو هيكون فيه التزام عسكري واضح جدا بالدفاع عن أمن السعودي المشترك وما يكونش بقا فيه لام وبلاء لأ نتحرك لأ ما نتحركش لأ مسايرة ضربت قرامك ومش مشكلة نبل عن الموضوع لأ على السعودية وقف التهديدات الأمنية لليمن وقف حرب اليمن لا يا باش انت ايدك في ايه دي في كل حاجة وحتبقى معايا في كل حاجة الشروط دي بتضطرح في الإعلام انها حاجة كويسة جدا برنامج نوي مدني وشروط أمنية وضمانات أمنية انما سريا على فكرة هي شروط خطيرة جدا انت بتغير العلاقة مع أمريكا مش بس كده الخطير في الموضوع ان السعودية بتشترط على أمريكا وبتضغط على أمريكا بتحركاتها يعني الصفقة دي لما الصين طرعاها وايران تحط ايديها في ايدي السعودية ده ضغط على دور أمريكي أولا منظر جو بايدن قدام شعب وززفت يعني بص على المقالة بتاعة ترويترز النهارة اللي بتتكلم على وساطة صينية بين السعودية وإيران بص على البرامج الأمريكية في السيان أن ومحلين بيستضيفوهم بينتقد الأدارة أمريكية قال لك الله هم اللي ساعدوا في حاجة زي كده هم اللي ساعدوا ان الصين تخش الشرق الأوسط هم اللي ساعدوا ان إيران والسعودية تحالفوا متعرفش التحالف ده حيودي على فيه هل حيكون ضد الصهاينة ولا أي يعني فهم إزاي يعني كلام المحلين الأمريكان فيه انتقد واضح جدا لإدارة أمريكية فالإدارة أمريكية بتواجه شروط سعودية ما تيجي الإدارة الأمريكية كده تحتفكر وتاخد تدي مع نفسها وتحاول تطبق الشروط دي هتواجه بحاجتين أول حاجة زي ما أنا قلت لحضرك مبارع أن نواب الكونجرس الأمريكي خاصة الديمقراطيين مش هيباروا حاجة زي كده وطلع النهاردة في نفس المقار كريس ميرفي كريس ميرفي ده سناتور ديمقراطي وأعزوه لك أنه ما بيحبش سعودية قوي هو ما بيحبش ناس كتير بس ما بيحبش سعودية مش لايقين عليها قوي أو مش جايين على هواي يقول لك إيه يقول لك على فكرة السعودية is behaving badly over and over يعني السعودية بتسيء الأدم أكتر وأكتر وشايفين إن الشروط السعودية الواضحة جدا والعلانية دي دي إهانة الأمريكا والإدارة الأمريكية ما أصلا أنت بتتكلم يعني إيه السعودية بتسيء الأدب من ده حاجة تاني حاجة نواب الديمقراطيين بيهتسائلوا سؤال بسيط جدا لو كانت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ترشحه في الانتخابات عشرين عشرين كانت معقبت بن سلمان وإن هو هيخليه يدفع تمن مقتل خشوج ماشي وإن هو هيعزل السعودية والسعودين والكلام ده كله دي كان شعار الحملة بتاعته فيما يخص الشرق الأوسط في عشرين عشرين طب إيه شعار جو بايدن لما يجي ترشح تاني في عشرين عشرين انتجاه السعودية هيطلع إيه؟ يرفع العالم السعودية ولا هيعمل إيه؟ أصلا إحنا عاوزين نعرف كده إنت بتتكلم أن إنت مش بتهين رئيس أمريكا إن إنت لو وافقت على الشروط السعودية دي إنت بتهين الحزب بتاع كله بكلام خطير جدا أمريكا صعب تقبل الشروط دي والموضوع صعب طيب هتيجي تقول لي والله أي حد بيتفاوض على الشروط دي الأمريكان ممكن يبلفوه أو يتحكوا عليه قال لك لأ ثانية واحدة بس الشروط دي أو قيمة الشروط دي وخلي بالك هم من الشرطين هم بنود كتير قوي بس هم ملخصين في الشرطين يعني الاشتراطات الأمنية دي تحتها بنود كتير قوي البرنامج النووي السلمي تحتها شروط كتير قوي بس هو بيلخصهم لك إعلاميا في شرطين بيقول لك اللي بيشرف على القيمة بتاعت الشروط دي ولاية العادة السعودي بنفسه عشان كده لأدرها الأمريكية كان بتبعت له بيت ماكورج اللي هو مبعوص بييت لابد لشون الشرق الأوسط كان بيجي هوا مع ولاية العادة السعودي عشان يتفاوض على الشروط دي ولاية العادة السعودي بيتكلم فيها بنفسه مين النشط اللي مر trainings تطبيق الشروط دي هو السفير السعودي في واشنطن لو الأمريكان عاوازين يسأله في حاجة عاوزين يتفاوضوا في حاجة بشكل اه غير مباشر مع ولاية العادة السعودي او بشكل اولي يعني بيرجعوا له السفير السعودي في واشنطن ويسألوه عن الشروط طب اه ايه رأيكم في حاجة زي كده مش ايه رأيكم انما المفاوضات المباشرة بخصوص الشروط دي للتطبيع السعودي مع الصهادة هو مع ولاية العادة السعودي نفسه هو اللي بيتكلم في الموضوع ده طيب حتيجي تقول لي والله الرئيس الامريكي ممكن يكبر دماغه هو ما يلبيه الشروط دي هولك بص منظره هيبقى سيء ليه لان اللي عاوز الشروط دي مش السعودية اللي عاوز الشروط دي اسرائيل اسرائيل هي اللي بتحفى على التطبيع مع السعودية فانتك كده بتبين الرئيس الامريكي ومنظره باين قدام الاعلام وجامعة الضغطة السعوديونية ان اسرائيل عاوز حاجة بشدة والادارة امريكية مش عارفة توفارها بالذات الرئيس الامريكي ده فموقف جو بايدن ضعيف قدام ابرز اعوان تاني حاجة السعودية بتضرب في السياسات الخارجية للادارة الامريكية خاصة في السياسات الادارة الحالية اللي هي بتاعة جو بايدن لان هي شايفة موضوع بشكل شخص يعني هم مش طيقين جو بايدن اصلا فبيحرجوه اكتر واكتر كل ده من تبعات الصفقة السعودية الايرانية وخلي بالك كل يوم هيطلع تحليل جديد فموقف الرئيس الامريكي سيء طيب هل رئيس الامريكية بيستغلش الوضع؟ بيستغله ليه بقى؟ هل يبقى لك نتانياهو طلع في جريدة اسمها دي جريدة ايطالية طلع قال ليه؟ قال انا شايف ان كل بيحصل في ضفة الغربية ده يخلص لو حصل تقارب سعودي او تطبيع سعودي انا شايف ده نتانياهو يعني لو انا مضيت اتفاق مع السعودية اكيد اكيد حيدبعو اتفاق سلام مع الفلسطينيين يعني هو بيقول ايه؟ بيقول اشتروا القضايا الفلسطينية اعاوزيني احل القضايا فلسطينية والكل اللي بيحصل في الضفة الغربية ده يقف خلوا سعودييين طبعو معايا لان التطبيع السعويدي ده حيدر اموال كتير جدا على الاضارة الصهيونية فبيقولك اشتري القضايا الفلسطينيين. والحق الفلسطينيين اللي استهالينا قتلين منهم فوق السبعين واحد لحد دلوقتي من بداية السنة. الحق الفلسطينيين. ده دليل واضح جدا في تصريحات نتانياهو الجريدة للربابليكا انه حيموت عالتطبيع مع السعودية. حيموت. ليه? خلي بالك الحكومة السعودية دي حكومة طرفة جدا. جدا. هدفها الاول السيطرة عالتطبيع الغربية كلها. فتخيل نتانياهو حيبيع الهدف الاول مقابل التطبيع مع السعودية. شوفها دي الراجل عاوز يروح يطبع مع السعودية بقى شكل. فالقدارة امريكية. بتقول لك مش احنا بس اللي اتضغط علينا. لأ احنا اللبس نتانياهو برضو. بيقول له ايه? يقول له اصل احنا بنتشتت بصراحة. من اللي بيحصل في الضفة الغربية فمش عارفين نشتغل عن ملف السعودي. يعني انت بتشتتنا. ومعتقدش السعوديين هيقبلوا. اللي بيحصل في الضفة الغربية ده عشان يجو يطبعوا معاك. وبص على التصريحات السعودية العلنية من وزير الخارجية السعودي اللي بينتقد اللي بيحصل في الضفة الغربية. فاكيد اكيد حيثة ان انت عاوز تطبع مع السعودية وتقتل في فلسطينيين مش حينما. لكن التطبيع والاستقرار لن يتحققا الا من خلال اعطاء الامل والكرامة للفلسطينيين. وذلك يتطلبوا منحاهم دولة. ده حاجة. تاني حاجة الاقدارة الامريكية هتقول للصهاينة. هدوا الموضوع شوية. بايش شكل. يعني ههدوا الموضوع شوية. خاصة ان انت دخل على رمضان. ولو حصلت انتفاضة مش هيبقى فيه اي اتفاق سلام. لا مع الفلسطينيين ولا مع السعوديين. اكيد السعودية مش هتشوف فيه انتفاضة في الكتس. وترجع بعد كده تقول لك والله احنا نطبع مع السهاينة هتعملها ازاي دي. لان نيويورك تانس ده في سابق تقولك اخر استطلاع من الرأي حصل تمانية وسبعين في المياه من السعوديين مش شايفين التطبيع مع السهاينة حاجة جيدة. بس. يعني هتطبع ازاي? لو فين تفاضة هتطبعها ازاي? فالإدارة الامريكية بتضغط هي كمان على اقتارة اه السهيونية برئاسة نتانياهو اللي هم مش طيقينه اصلا. وده واضح جدا ان جو بايدن مدعاش نتانياهو لحد دلوقتي بيت لابين. انتعرف الموضوع ده? تايم اسرائيل النهاردة منزلها مقالة تقولك لحد دلوقتي ودي سابقة نادرة ما بتحصل ان بيت لابين مدعوش رئيس الوزراء السهيون الجديد آآ داخل واشنطن ويرحب بي ويتصور وسوا والكلام ده كله. لأ. جو بايدن مش طايق لتانياه. ده انت ملبسني مع السعوديين ولبسني مع العرب وعمل انتفاضة وعمل تقتل الفلسطينيين. فالوضع متشابك بس الفائز الاجبر من وجهة نظر يعني. في الموضوع ده كله ايران هي طبعا كسبانة مكاسب غير طبعية. واللي كسبان بعد كده السعودية. اللي بتلعب على هنا وهنا وهنا. وعلى فكرة السعودية لا حب الصين ولا حب امريكا ولا حب ايران ولا حب اسرائيل هي حب نفسها. السعودية ببصع لمصلحتها. وده مش عيب. مش عيب مع قوة كوبرا. لما انت تبقى قوة كوبرا تشتري مصلحتك وتشوف مصلحتك فين ده حاجة هيلة جدا. فحنشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل. بس لازم تعرف ان الادارة الامريكية في موقف لا تحسد عليه. حل الوحيد للرد على آآ المصالحة السعودية الايرانية برعاية الصينية هو ان الادارة الامريكية تطبع بين اسرائيل والسعودية. وده فيه مشاكل كبيرة اوي. اوي. نشوف الدين يتبشي زي. يا رب اكونش راحة لحضورتك الموضوع بشكل مبسط. ويا رب ننسل مصر. رب ننسل العرب. تحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة